بعد تحقيق تعادل الإيجابي الذي كان وقعه على نفوس الجزائريين وقع خسارة خرج تاقم المنتخب الوطني من أرضية الملعب بملامح مقلقة ومعنوية معطوبة فالتقطت عدسة موفد الشروق إلى كوديفوار لحظة المغادرة التي حققت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل وانتشر الفيديو على كل السوشيال ميديا الجزائرية نشاهد الفيديو اشتركوا في القناة ونذهب إلى تعليقات التي اخترناها من أسفل هذا الفيديو نبدأ بإبراهيم كتب من الأخير وبدون عاطفة اختيارات بالماضي لم تكن موفقة رغم الشيء الإيجابي في المباراة وهو بنجاحه بالليل وإخراجهم شل منتخب حقيقة إلى محمد كتب لاعبين جزائريين كانوا في قمة العطاء في الشوط الأول مثل ايت نوري وعطال وشايبي بالليلي لم يتم استغلالهم أحسن استغلال أنا أكبر مناصر أي محمد أكبر مناصر لي بالماضي لكن الخسارة والتقاقر في الشوط الثاني دائما يتحمله المدرب وحده تكتيكيا بتغيير النهج وبدنيا بتغيير اللاعبين إلى مراد الذي كتب يجب خروج محرز وإدخال اللاعب قادر على إعطاء نفس جديد للمنتخب هنا تنتهي العاطفة